ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفيته الله ورعا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء هذا اليوم بقصر الإقضب الإقضائبية وفي مستهل الجلسة أثنى المجلس على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى فضه الله ورعا وبإطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد شوارع مملكة البحرين بمنطقة الجفير وتفضل صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء برعاية حفل التدشين كما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهات الرسمية التي عملت على إنجاح هذا الحدث ويأتي إطلاق اسم الراحل على أحد أهم شوارع العاصمة المنامة كرسالة وفاء وامتنان من مملكة البحرين للأمير الراحل على كل ما قدمه من أجل البحرين وما اتسم به من شجاعة في الوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف كما أشاد المجلس بالخطاب الملكي السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله برعاه وذلك خلال استقبال جلالته بحضور صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير للممثل الشخصي لجلالة الملك المفدة رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال وعضاء الهيئة وسعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب والعاملين في وزارة شؤون الإعلام من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء عن شكره لجلالة الملك المفدة على تكريمه للإعلاميين الذين يستحقون التكريم والإشادة كذلك أشاد المجلس بتفضل صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بوضع حجر الأساس للمبنى الجديد للجامعة الأهلية وأكد المجلس أن الحكومة تبدأ اهتماما كبيرا بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي وذلك لأهميتها في تهيئة العنصر البشري مع التطلع لإسهامات الجامعة إلى جانب الصروح التعليمية الأخرى في المملكة من جانبه وجه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وزارة الإسكان لزيادة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبنى التحتية والخدماتية للانتهاء من المشاريع الإسكانية لمنطقة دمستان وذلك وفق الخطة الموضوعة لتلبية احتياجات أهالي المنطقة بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول إعماله وتخذ بشأنها ما يهلي هذا وقد اعتمد المجلس مذكرة بشأن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والتي تتضمن نتائج الدفعتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين بعدها وفق المجلس على مذكرة حول طلب تزييل فرع لرابطة الفرنسيين في المهجر وفتح فرع لها في مملكة البحرين بعدها طلع المجلس على مذكرتين بشأن اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وحكومة التشيك واتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا وتمت إحالتهما إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية أخذ المجلس علما بالاقتراحات برغبة والمقدمة من مجلس النواب وما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأنها وعقب الجلسة عقد سعادة سيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد سعادة الوزير أن هناك العديد من الاقتراحات برغبة تقدم من قبل السلطة التشريعية إلى الحكومة ومن أبرز اقتراحات جلسة اليوم هو تطوير شارع دوار الساعة كما أشار الوزير إلى أن مجلسي الشورى والنواب لديهم السلطات التشريعية والرقابية ويمكنهم العمل وفقا للإطار الدستوري في هذا الجانب وأن الحكومة ملتازمة بالتعامل مع كل ما يصل إليها من السلطة التشريعية وفق المدد الدستورية المحددة وقال سعادة الوزير أنه تم خلال الجلسة التوجيه للإسراء من الانتهاء من الجوانب الخدمية والبنى التحتية اللازمة لاستكمال المشاريع الإسكانية وجهوزيتها للتوزيع وفيما يتعلق بموضوع بعض الصحفيين المفصولين أكد سعادة الوزير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجمعية الصحفيين ستقوم بدورها اللازم إذا ما لجأ إليها المفصلون كما أنه تم التواصل مع الصحيفة المعنية وخلال المؤتمر أجاب سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب على أسئلة واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا المؤتمر الصحفي وسعرض تلفزيون البحرين التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي لسعادة وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب بعد هذه النشرة